يبقى قضية ينتبه الإنسان إلى الفضيحة من خلال التلميح بعض الناس الآن يقول لك يا أخي أنا ما تكلم لكن هو لمح هو يعني لوح ولمح وأشار لا يتقي العبد ربه عز وجل فالله عز وجل يعلم ما في صدرك ولذلك بعض الناس الآن يقول لك مثلا والله في أحد جيراننا لقيت يشرب خمر أو لقيت يزني مثلا وجدت يفعل كذا وكذا طيب هذا لو قلت فلان بن فلان أفضل عفوا مش أفضل يعني لو قلت فلان بن فلان يعني يمكن أولى من تقول الله أحد جيران لماذا؟ لأنك الآن زرعت الشك في نفوس من يسمع في جميع جيرانك لو قلت أنا وجدت فلان بن فلان يفعل هذا الفعل أهوى من أن اهتقوا الله واحد من جيراننا أو واحد من زملاننا في العمل زميل من زملائنا في العمل الذي يستمع إليك ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يبدأ يتخيل جميع جيرانك من جهاتك الأربع أو جميع زملائك ذلك بعض الناس للأسف يفضح عن طريق التلميح والتلويح هذا غلط إذا رأيت أخاك على ذم فادفن هذا الأمر ادفنه ولا تجعله حاضرا على لسانك سواء تصريحا أو تلويحا حتى من حيث للتعامل مع هذا المذنب لا يجوز لك أن تتغير عليه لأنك إذا تغيرت عليه أفسدته يعني أنت الآن كنت تسلم عليه وكنت تواصل معه وبعدين فجأة تغيرت عليه لأنك شفته هو ماذا سيقول؟ يقول خلاص بيفضحني هذا وبذلك تعامل معه كأنه لم يفعل هذا الشيء لأنك أنت قد تحتاج إلى مثل هذا الستر وإياك أن تفسده فتجعل الشيطان يغرد به خارج يعني المجتمع الفضيلة والخير لا ساعده على أن يتخلص من هذا الذنب الذي وقع فيه